عراق ما بعد عام 2003 بيئة ملائمة لنشوء شبكات غسيل الأموال التي استفادت من تداعيات التغيير الجذري للنظام السياسي وما رافقه من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية زاد لهيبها التنافس بين شركاء العملية السياسية على حيازة أكبر قدر ممكن من السلطة لتسهيل جمع المال وتهريبه خارجيا من خلال عمليات غسيل أموال ممنهجة ومحمية سياسيا مركز الإمارات للسياسات صلت الضوء على ظاهرة غسيل الأموال والجهات المسؤولة عن ذلك فضلا عن الأسباب التي تقف وراء تصنيف العراق في المركز السادس بين أسوأ الدول في مجال مكافحة غسيل الأموال الأمر الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى وضعه عام 2016 على قائمة الدول التي تفتقر إلى تطبيق المعايير الدولية وأعاد هذا التصنيف مرة أخرى في العام الحالي وبحسب المركز فإن الأموال غير الشرعية تأتي من الموازنات الاستثمارية وتهريب النفط وتجارة المقدرات والأسلحة والتهريب القمركي وتتم معظم عمليات غسيل الأموال من خلال مزاد العملة اليومي حيث أن أكثر من ثلث التحويلات المالية العراقية تذهب إلى خدمة عمليات غسيل الأموال أهم أسباب تفشي ظاهرة غسيل الأموال التهرب الضريبي والمصرفي وعدم وجود قانون يتيح متابعة الأشخاص الذين تظهر عليهم مظاهر ثراء لا تتناسب مع الوظائف والأعمال التي يزاولونها فضلا عن غياب الضوابط الواضحة للمصارف ومحلات الصرافة التي يتم اختيارها للمشاركة في مزاد العملة الصعبة وأخطر ما في الأمر تغاضي المؤسسات الرقابية والقضائية عن متابعة الأشخاص الذين تظهر بيانات البنك المركزي العراقي بأنهم أخرجوا مليارات الدولارات بإذنات استيراد مزورة عمليات غسيل الأموال لها أهمية استراتيجية بالنسبة لخطة إيران في تأمين الدعم المالي لحلفائها وكلائها في المنطقة موسيقى موسيقى